السلام عليكم كانت منا تكونوا مزياني المهم أصدقائي غدي نقدم لكم الحلقة 7 والحلقة 8 مسلسل رحلة العمر كمشنا بأن يامنا سقطات المهم يامنا غدي نشوفوا بأن عبد الله وكذلك الأم ديالها النرجيس غدي يقولوا لها باش أنها ضروري خاصة تعاود باش تولي طبيبهما بغوا أن البنت ديالهم تكون طبيبة بأي طريقة غدي نشوفوا واحد الحاجة بأن هي ما غديش تعاود أصدقائي أنها تقرأ على وض الطيب لأن الحالة ديال جبران غدي تسوق كتار وكتار وخا جبران غدي تديوه عن طبيبه نفساني وخا يديوه فيما دواله يعني غدي يلاحظوا بأن يامنا فاش كتجيل عنده وكتقلس معاه وكتضحك معاه بحل السيد كيحس براسه بيخير والمهم فاش غدي لاحظوا بأنه غدي تولي تمشي غدي يحسوا بيه بأن السيد بحلال الصحة دياله بدت يعني ولا ولا في حالة في شكل يعني خاصة ضروري أن يامنا تكون معاه هنا فين غنشوفو أن المديرة بحل غدي تولي تقرب ليامنا لأنه غدي تولي تقول لها خس كدروري تجي هي اللي غدي تولي تقولها لها دي تولي تقول لها خس كدروري تجي تقلسي معاه وتهضري معاه وتعطيه هيكل وهنا غدي نشوفو أن يامنا غدي تولي تجي تمكينا وجبران غدي يولي حس براسه غير بيخير ماشي بزاف ولكن هو غدي يقول لهم جيبوا لي صابع فعلا صابح أصدقائي كما قلت لكم غادي تجي تاني وحد الوقيتها غدي يلصق فيها لصقة واحدة ما غديش مازال يبغي تفارق معاها غدي يقول لهم ديالي أنا ديالي أنا لدرجة أصدقائي أن رجلها غدي يجي غدي يكون عنده واحد الفضول كبير بزاف يعني يشوف هذا الشخص اللي يقول بأن صابح دياله هو يعني فاش غدي يجي في صدقائي بأن جبران كيلس قليف مرتوب ديك الطريقة تما فين غادي يقول لها ما غديش تمشي لتماكينة ووالو ولكن واحد اللي وقيتها بأن صابح ما غديش تبقى تمشي تما جبرا فين غادي يمرد لهم تاني كتار وكتار وغادي اضطر صابح أنها تمشي ولكن هادي الشيء غدي نشوفوه في الأحداث المقبلة المهم بغيت نقول لكم أصدقائي بأن غادي تبدأ واحد قصة حب ما بين يعني ما بين يمنى وما بين ذاك الشاب اللي يقول لكم بأنه غدي يظهر في الأحداث المقبلة المهم غادي يقول لها يعني تولي تحس براسها باخر فاش غادي يقول لها يجي غادي تولي تعاونه غادي تولي تشقى معاه المهم كدير ذاك الحوايج غادي تولي تحس براسها باخر هاد الشيء ما غاديش يبغيه عبد الله نهائيا لأن صدقائي عبد الله فاش غادي يعني احنا شفنا بأنه فاش مشى عند البوليس وقال لهم بأنه كي بحث على الأم دياله فعلا غادي يلقاوها في دار العجازة وفعلا غادي يقولوا لي هراكينا في البلاسة فلان 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 يعني غادي هو غادي يمشي لذيك البلاسة وغادي تفاجأ فاش غادي يلقاها تماكينة وغادي يلقى صدقائي حتى يمنى تماكينة يعني ديك الوقيتها فين غادي تكتشفى صدقائي أمينة بأن يامنا هي الحفيدة دياله ولكن عبد الله تما فين غادي يمنع يامنا أنها تمشي لدار العجازة غادي يقول يا انتي ما غاديش تمشي نهائيا لكن صدقائي غادي نشوفوا بأن يامنا غادي تولي تمشي لهم تماكينة في اللور غادي تولي تمشي بالتخبية ولكن من بعد فاش غادي تولي تمشي بالزاف صدقائي تما فين غادي تقرر غادي يقول مع راسا علاش للي ما نبقاشنا هنا يوم نساعد هاد الناس اللي محتاجي لي لأن ما زال غادي نشوفوا صدقائي أن أمينة غادي تسوء لحالة ديها لاحتاهية غادي تمرد كثار وكثار غادي نديوها المستشفى تمكينة عند نية الابن ديالها واللي غادي يعالجها ولكن ما غاديش يعالجها صدقائي وزعمه غادي حل القلب دياله لا غادي يعالجها ولكن غادي يقول لي هانتي خاصكة تعطينا بنتي ساع بعدي بنتي يعني بنتي كتجي غير على ود كنتي لكن والو صدقائي كما قلت لكم أنه يامنا ما غاديش تفارق مع ديك البلاصة بغيت نقول لكم صدقائي وحد الحاجة كما شفنا بأنه رجعنا للماضي ديال صاباح وديال الجبران شفنا بأنه جبران يعني فاش جات صاباح وخدمات عندهم في الشركة تمسيد وبغاها بغاها لوحد درجة كبيرة وندخل الاب دياله يعني فاش جاب ليها الصادقة دياله ولكاتقرة معه لي شفنا ده بصدقائي ولا التعليقات دياله وليش تزوجات وولدات كما شفنا صدقائي بأنه جبران ما تزوج بصاباح كانت كتجي معهم غير على قط حب يعني كان كيبغيها لواحد درجة كبيرة تم ما في نقرر باش أنه يزوجوا يعني صدقائي تم ما كنا جبران فاش قبل ما يتزوج يعني حتى مشت صاباحة عربات صاباح ومشت في حالها يعني قل مع رسو زي ما خصني نساها وهدي ارم تزوج فس تزوج ولكن للأسف أنه ما قدرش نساها بقاد في بالو بقاد في العقل دياله لدرجة سيد ولا كي هلوس بيها وخافيها الزهيمر ولكن صاباح منساهاش ومنساش على الملامح ديالوجه ديالها وخاء أنه كبرات ولكن باقي عاقل عليها بغيت نقول لكم أصدقائي شنو ترى في صديق اللحظة راح الابن غيت نقول لكم بأن الابن صدقائي ديال صاباح اللي هو ياسير راح الاب دياله الحقيقي هو جبران غدي نكتشفو هاد شي في الأحداث المقبلة لأن جبران يعني فاش مشا صاباح ديك ساعة كانت حاملة وش نوطر صديقائي حتى تفارقو هاد الجوج هاد شي كتشفو الاب دياله هو يعني حيت صاباح فاش جا عندها عفوا الاب ديال يعني الاب ديال جبران قال لها باش تفارقي معا ولدي ولكن هي قالت لي بأنها راحا حاملة وتم ما فين بدك يهددها بدك الولد قال لي هاي لما تفارقتيش معا ولدي انا غدا نصفيها ليك المهم بدك يهددها بالابن ديالها هاد شي اللي خلاص صاباح صدقائي واحد منهار باتت مصبحات غبرات في خطرة جبران جاك يقلب عليها ما القاهاش وخاء أنه فاش كان مشاو بداس كتش عيطل عليهم مشاو خلاهار رجاع عو تاني وبدك يقلب عليها ولكن ما القاهاش وتم مصدقائي فين قتلكم بأنه مشاو تزواج ومع ذلك ما نساهاش بقات في الذاكرة دياله يعني دوك الفلوس ديال الاب دياله والشريكات ودك شي كامل خسروه لقاش كما قالت ليه طالي قد يعني دياله قالت ليه بأنه ركيس هار وكيخراج وكي هادي حتى اضرب دوك الفلوس كامل ومبقى عنده حتي شي حاجة يعني فاش كبر وقا راسوا بوحده وبقا ديك الفكرة ديال صباح في البال دياله حتى سيد مرض بز هاي مرة الشي لا ترى صديقائي يعني صباح ره ما زال صديقائي غادي نكتشفوا بأنه ياسير هو الابن دياله لأنه الزوج ديال صباح كما شفنا وخاها كيك ما كيحملش ياسير بزا فحتى الطارقة كيفاش كيهدر معاه فاش كيقول لي سول ها هي يعني واش بغات كني تزوج بيك انت كبر منها انت عندك خمسين عام يعني كيدو ما بوحد الطارقة فشكل وما كيناش ديك العلاقة ما بين الاب والابن بحلا السيد مباعد عليه حيث اصلا ماشي ولده وما زال غادي نشوفوا هاد الشي صباح وخاك تدرسها بأن نراها هاد الشي ما عرفاش اصدقائي يامنا ما عارفين حتى شي واحد حتى يصير براسه ما عرفش ولكن شكو اللي غادي اكتاشف فضل حقيقة غادي اكتاشفها اصدقائي ولا غادي اكتاشفها يامنا حيث يامنا هي اللي غادي تولي تمشيل عندو وهي اللي غادي تولي تصر على صباح باش انها تمشي عند جبران باش زعمها غير الحالة ديالو تحسن يعني حيث فاش كي يشوفها كيتحسن كتر وكتر والمهم اصدقائي حتى القصة ديال باتول وخاشفنا بأن باتول كي يخونها رجلها ولكن راح باقي اصدقائي غادي نكملوا القصة حيث باتول هي واحد الانسانة صعيبة بزاف ما كتتخليش الحق ديالها غير حكك يعني فاش كتاشفاش بأن رجلها كي يخونها راح دارت لي اصدقائي واحد الحاجة اللي يعني ما غاديش توقع لك على البال المهم ما زال غادي نقول لكم في الاحداث المقبلة وبالنسبة اصدقائي كما قل لكم بأن يامنا راح غادي يبغيها تطيب غادي ولي تق تطرب ليها وما زال غادي نشوفوا بأنه غادي عملوا عرص غادي عملوه لهم بجوج بهم يعني غادي فرحوا تماكنة ولكن احداث مشوقة يا الله غادي تبدأ مهم اصدقائي يعطيتكم بعض احداث مسلسل رحلة العمر مسلسل زوين بزاف ما زال غادي بنوا صدقائي شخصيات كما شفنا في الاخير بنت واحد الشخصية يعني واحدة فاش جابت بنتها ودفعتها فعلا غادي دخلوها يا ديكتاني الخيرية وفعلا صدقائي حتى هي غادي نشوفوا القصة ديالها مع بنتها ومهم اصدقائ طيب لم نطول عليكم اسلام عليكم منطلقة وفيديو مقبل ان شاء الله